تفاهم جديد بين الحكومة العراقية ومصرف جاي بي مورغان الدولي على فتح حسابات لثلاثة مصارف خاصة ضمن المساعر الرامية إلى إنهاء مأزق التحويلات المالية بما ينعكس إيجاباً على ضبط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي التفاهمات العراقية مع جاي بي مورغان لم تتوقف عند هذا الحد بل يبدو أن حكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني لديها الكثير لبحثه مع المصارف الدولية اثمت مناقشة ملف الدفع الإلكتروني في الأسواق المحلية وإمكانية الحصول على المساعدة في هذا الجانب بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بعد مناقشة أفكار تتعلق بتداول العملات الرقمية للبنوك المركزية اجتماع السوداني مع رئيس مصرف جاي بي مورغان سبقته اجتماعات عقدت بين مسؤولين أمريكيين عن عمليات التحويلات الخارجية الخاصة بتخطية الاستيرادات مع مسؤولي البنك المركزي العراقي في أبوظبي حيث توصلت جانبان إلى اتفاق على التعزيز رصيد مسبق لمصارف عراقية بالدولار الأمريكي والحوالات عن طريق مصرف جاي بي مورغان وستي بانك الأمريكيين ليس ذلك فحسب بل تعمل حكومة السوداني على تطويق أزمة الدولار والحوالات الخارجية من جميع المحاور خاصة بعد الإعلان عن تشكيل مديرية الاستخبارات المالية الخاصة بتعقب محاولات تهريب الدولار والعملات الأخرى إلى خارج العراق فضلا عن ملاحقة جرائم غسيل الأموال والعائدات غير المشروعة هذا ويشهد العراق منذ سنوات عدة نشاطا ملحوظا لعصابات تهريب الأموال عبر طرق احتيالية مبتكرة وذلك لإخراج العملة الصعبة والاستفادة من فروق سعر صرف الدولار ما يشكل هدرا للموارد المالية حيث تأمل الأوساط الاقتصادية بأن تسهم الإجراءات الأخيرة في وضع حد لنزيف الأموال العراقية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر